السلام عليكم يا دكتور را ما بقاتش لماكلات طبيعية يا دكتور القمح معدل جينيا يا دكتور را ما بقى لنا ما ناكله را ما كينش قاع الأغذية الطبيعية اللي ممكن أنها تفيدنا في الجسم ديالنا إذا هدوك اللي كين نصحوكم بالغذاء المتوازن والأكل الصحي يعني النصيحة لهم فين غنديروها إلا ما بقى تحتش حاجة متكال وما بقى تحتش حاجة طبيعية كيفش غنديرو لدوك النصائح اللي كتسمع من بزاف ديال الاختصاصيين والخبراء والأطباء وحتى اللي ماشي أطباء يعني نصائح عادية في مواقع التواصل الاجتماعي من اللي غي يقول لك كل مكلة طبيعية وغذاء متوازن وصحي وخصيك الفيتامينات والأوميغا ثلاثة والدهون الجيدة فإلا قال لك بحال هكا وانت كتقول بأن ما بقى تش مكلة طبيعية عضوية صحية اللي غتفيدني إذا هدو النصائح بحلتها فيها يعني را ما عندها قيمة الجانب الآخر اللي بغيت ن وضح لكم هو من اللي كتسمع بان ما بقى تش مكلة طبيعية ما بقى تش مكلة عضوية ما بقى تش حاجة غير متلاعب فيها فاهنا بجتعود ذك النقص اللي كين في dك الاغذية غير متوازنة الاغذية غير صحية الاغذية التي لم تعود طبيعية باش غتعود هاد الشي اللي ما اتعود بمكملات غدائية ايوا هادش اللي اللي براوي و Australian وخصي المكلة الطبيعية اجي نبيع لك البطأ فيها الاوميغا 3 نقية. ليس بالله اعلم ما تت Josef لا become شوط طبيعي. الك PS وبيحر نبلوثة. المكلة والحمد والتجاج لاعد انا فيه الدهون الصحية. ما يسال ومتظر؟ نبقي لكم واحد فيطامين سيتو. يالبرتقال لابحاظ طبيعي. يالبرتقال معدل جنيا. يالرام للحمد اوام متلاعب فيه معدل جنيا. يالرال الجميع المأكلة المبيدات المتلاعب فيها وم keptربة المبيضات الحشرية وما بقى فيها متكل. جسد فبط one autonomy سيعتني Gabi فعليك الافوكا رافيها دهون جيدة جداً وكتنفع لنظام الكيطو وما إلى ذلك لإنقاص الوزن وعلاج الالتهابات وعلاج أعلام الرأس وعلاج البواسير وعلاج الدوالي ومن يجد تلك الافوكا الطبيعية؟ قلتوا ما بقى تحت شيء حاجة طبيعية وكل شيء مليئ بالمبيدات الحشرية آه الافوكا هي اللي بقى التضيعية ما مقيوسه سبحان الله مطيشة ديالي أنا في الأرض اللي حداية ره معدلة جينياً وخنترك وراء البحار آلاف الكيلومترات بينه وبينك وكتاهم هاد مطيشة اللي حداية دابوكي بحالي هاد الفلاح المحلي بأنها مبقى فيها ميدار ولافوكا ديالك في الممشينا في العالم لافوكا ناقية لافوكا راجت من الجنة لافوكا راحشومة ليدر المبيدات الحشرية في لافوكا خسنا نتابعوه قضائياً هذا مخصوش ما حشومة عليه كي يخرب الافوكا للعالم نحن بغينا نبيع لافوكا للعالم والناس كيدروا فيها المبيدات الحشرية لا ديروها في ماطيشة ديروها في ذاك الشيقاء لكي يكلوا الناس ولكن لافوكا اللي ما قدوش عليها نحن نبيعها لهم والمكملة الغذائية الفيتامين السي والفيتامين آ والفيتامين أ كنجيبوه من واحد بلصة ما معروفاش حتى هي غادي نبيعها لكم حتى الماكلة ديالكم مبقى فيها الفيتامينات وبودور الشياء ما لا غير معدلة جينياً بودور الحلبة هذيك ره متلاعب فيها جنين القمح هل هو متلاعب فيه ميتهر وماذاك الشعير ديالنا غير صالح للأكل وبودور الشياء حديك صالحة للأكل أجن بيع لك بودور الشياء المورنغا ها المورنغا ما فيهاش مبيدات حشرية لا طبيعية مئة في المئة وتعالج ستالاف مارد أجن بيع لك المورنغا زيت السمك ها زيت السمك ديالنا من القرعة ماشي زيت السمك اللي كتلقى في البحر اللي كتلقى في السمك براس ولا لا يناول الحطرة الفضاء في جميع المواد السامة و لنا نبقت متوازنة لا يناول إقلاء ماهية صحية و لناقول لنا كل هذه المكملات الغذائية هذا المكمل هو الذي خصوه و الذي أساسي ما سبحان الله؟ ينسمع أصلاً مكمل لذلك سنكمل لك أحد الوعية لتكذيرها نحن نحجد هذا الأصل و هذا الأكل الذي خلق لنا الله و سنجد أحداً مكمل صغير و لنحن نحن 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 الأصل المكمل هو المكلة و هذا المكلة التي نأكله هي المكملة فمتنين إذا بدك مطاشا لك تاكل فشلادة وذلك الخيار الخص وهذا هذوك غير مكملات ما فيهمش فوائد بزافرة خصك تاكل سبعين ربطات الخص عاد تحصل على هذوك الفوائد والفلافونويدات اللي كين في هذ المكمل غذائي الصغير جداً نعم خصك تاكل طن ديال مطاشا عاد باش تحصل على البيتامين سي اللي كين في هذ العلبة اللي غاد نبيع لك المهم تيقوني أنا را كنبيع المكملات الغذائية اللي بغى فيتامين س فيتامين او فيتامين او فيتامين خا فيتامين حي فيتامين جا المهم كان بأي مكملات غذائية بغيتو جميع البوضور النقية الطاهرة الزكية اللي lately وانت ملهاة لم يكن فيهاش مبيدات مميليات مميليات ممتع البشر لي entails لعبوا بالجينات وبالبوضور ديال مكمل ديالنا تك المكمل ديالك switched from the Menged وحنا دابه مازال حيين ومازال عايشين غير بفضل المكملة الغذائية حليب الأم، نرى مهم، هذه مخططات، نشرح لكم ما أنا كنت أخطط مستقبلاً أنا كنت أخطط مستقبلاً لأن ذلك حليب الأم، لأخير نقول لكم بأن الرضا عارة طبيعية ومفيدة جداً ولكن من بعد نكتشفوا بأن الأطفال يمرضوا بالحساسية والسكري والأمراض المناعة والالتهاب الأدن والحلاق من الصغر ديالهم واكتشفنا لأسف بأن حليب الأم مليء ببقائي المبيدات ومليء بالتسممات خصوصاً الأم التي تكون في واحد الوسط ملوت شوية يعني من غير إذا كانت تعيش في واحد العربية معنى لا كونيكسيون، لا ريزو، لا تليفون، لا تلفازة، لا غارو، لا شيء كتضر لها الصحة ديالها فهذه ممكن تردع الولد ديالها ولكن نحن دابع في العصر المتقدم وعصر السرعة الأم دابع اكتشفنا بأن حليب ديالها كيدر الراضيع وجميع الأمهات، ليست عامريكان، نحن نحتل المغرب، نحن التونس، نحن اليمن دابع نقول لكم دراسات اللي درت أنا، نحن اليمن، نحن الباكستان، نحن الشرق اليابان وغرب روسيا جميع الأمهات تقريباً عندهم هذه الملوتات في الحليب ديالهم إذا الأم في 2030 ولقع في 2040، مهم نعطيكم أنا واحد شحالة بسبعتاشر عام سبعتاشر عام، الحليب ديال الأم غيبقاش صالح للراضعة وخصناً ننبيع لكم واحد المهمرة، ندر واحد تجارب تكنوستقراطية ونانومترية وما وراء ميتافيزيقية، باش ننصنع لكم واحد الحليب تحسباً للطوارئ وتحسباً لأي حاجة تقدر تهلك الصحة هذه للراضيع حيث نحن نهتم بالمواليد الجدد وبالرضع نيونات، سنعطيهم نيونا زي ماكس واحد الحليب زويند الزاف، بلا ما ترضع الأم الراضيع دياله، نحن نعطيه واحد الحليب نقينه من جميع المبيدات الحشارية، دوزناه في التحاليل المخبرية، ما كان حتى نقطة ولو مليمترية ولو نانوميكرومترية، ديال المبيدات والمواد الدرة لتقدر تضر هذا الراضيع ديال الأمهات سبحان الله كان دوك نسجلو فيديوهات عاد كيبدأ شي واحد كي يقرقب ولا شي واحد كي يغوط لها ولا شي حاجة كي يطيح، ما عليناش المهم قلت لكم هاد الحليب هادا غادين اسمته نانو زي ماكس، عقلو عليها نانو زي ماكس الفين ووربعين غايخرج واحد الحليب جديد اسمته نانو زي ماكس حيث الحليب ديال ام مبقاش صالح للراضيع كيما مطيش ديالكم مبقاش صالح للأكل، والخبز ديالكم مبقاش صالح للأكل وحتى المدية لكم راهموس غادي نخسر عليكم واحد الماء زوين بزاف المهم استعدوا راكين الحمد لله ما هو افضل للبشرية حيث هادشي اللي خلق لكم الله را ما بقاش صالح للاستهلاك ومن بينه حتى الحليب ديالأم وخخلقوا الله ولكن دبولا ملوت حنا عارفين بان الله كيخلق شي حاجة زوينة ولكن الارض ديالنا لو تات دكشي اللي زوين وما بقاش صالح للراضيع وحنا تهمونا صحة الراضيع اكثر من اي شيء اخر مهم نانو زي ماكس في الفين واربعين سنطلقوا هذا الحليب هادشي وجميع الامات لا تريدون رضعوا لا تريدون مرض كذلك الهواء هذا هو الهواء ملوت جدا والناس يمرضون بهذا الحساسية والأمراض التنفسية واخترعنا لكم واحد البواطة التي تضرها في الراساك وتعطيك واحد الهواء ناقي حيث اكتشفنا بان التلوت غد يزاد وهذا الهواء طبيعي جميل جدا ومنافع فيه الاكسجين ولكن ما بقاش صالح حيث يضرف التنفس اخترعنا لكم واحد الخوذة كتلبسها وكتبقى تنفس اكسجين طبيعي مئة بالمئة يعني راش غنقول لك الحمد لله على التكنولوجيا اللي خلتنا نختار عشي حويج ما كانوش في الحسبان اذا بعد المكملات الغدائية اللي كتعوض الماكلة ديالكم اللي ما بقى تصالحها جميع الاوكل ديالكم ما بقى تصالحها الا لافوكا من بعد هذه المكملات الغدائية سوف نعطيكم هذه الخوذة لكي تنفسوا الاكسجين الطبيعي حيث الاكسجين ديالكم ما بقى صالح وفي 2040 سوف نعطيكم واحد الحليب هاني كنقول لكم من دابا اسميته نانو زي ماكس نانو زي ماكس إذا تبدل شيء حاجة في اسمية ماشي مشكل مهم من هنا للقدام نشوفوا كيفاش نديروا ديك اسمية جي جي متقونا ومسروعة باش الناس يشريوها مزيان نانو زي ماكس مكملة الغدائية والخوذة ديال اكسجين ونانو زي ماكس حيث الحياة ديالكم ما بقى صالحة للحياة السلام عليكم